اذا عملوا جلسة هل عندكم اسم؟ طبعاً منو؟ شو بدك فيه؟ يعني هاي انت خباتها بس دكتور يعني بواضح الفريق الاخر مين داعم ومين الاسم يلي عم بيشتغله انتوا بالمقابل ما عم تقدروا لحد هلا تتوحدوا على اسم بعد ميشيل معوض يعني الاشتراكة ووليد جمعات طلع من ميشيل معوض التغييريين والمستقلين كمان اليوم مين الاسم يلي بتخليكون تتوحدوا؟ خليك معي شوال انو هلا انتي قلبك عن معارضة خيقو هني قلبهن عن معارضة شو بدنون شو بدك عم تعمل معارضة؟ هني يدع على جلسة مثلاً عندهم مرشح ووضح المعالم واقرب الفوز خيضوا لجلسة بالعكس لازم يستفيدوا انو مثل ما هني مفكرين المعارضة ما عنده مرشح ويدو على جلسة خيقو شو بدنون شو عم تعمل معارضة؟ انتي وقت لعندك انتخابات ما بتجي بسير تلاقي مبررات أنه المولاة عمت هاك والمعارضة عمت هاك والمولاة عمت هاك والمعارضة عمت هاك لا فيه انتخابات بدعك خلصوا بدعوا دورة وراء دورة وراء دورة مش أنت يسير في رأي جمهوريك يتفضلوا ويدعوا بسي مستغرب أنه لحد هلأ ليش ما عندكم اسم يعني بينطرح أسماء معينة بينقال قد تتوافقون عليها أو لا بالمقابل بيقول مثلا بالأمس للوريون لوجور الأستاذ وليد جمبلات أنه ناطر القوات ينتهوا من تأملاتهم ويتعاملوا بواقعية مع انتخابات رئاسة الجمهورية يعني بعدكم عم بتتأملوا وبتفكروا ليه استاذ جورج شو عم بصير داخل المعارضة شو بدك فيها انت بدك على المستوى الوطني ما هيك بالدستور ما بينقال على أنه بيدعي رئيس المجلس طبعا من بعد ما انتهت مدارة دستورية في يتداعى المجلس بدون ما يدعي حتى رئيس المجلس خيدعوا هنه هلأ المعارضة ما يهمون بعدين إذا عنا مرشح ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عنا خطة ألف خطة بي خطة سين شو بدهم فينا يعني هاي ما بتدخل من ضمن تطبيق لقوانين ما بتدخل من ضمن الدستور نحنا خلاص ما يهمون إذا ألبهم عليهم ما يعتلوا هم ماشي الحال إذا عندهم مرشح وهو عندهم الحظ يتفضلوا يدعو على جلسة هيك بتكون الانتقابات طب بغض النظر عن هنه إذا ألبهم عليكم أو لا أو إذا بدون يدعو يعني المشاهد بدوا يعرف الناس بدون يعرفوا اللبنانيين بدون يعرفوا الناس بدون يعرفوا أنه أنتو اليوم بداية كقوات لبنانية كدكتور سمير جعجع من هو مرشح الدكتور جعجع وبالتالي كمعارضة مين مرشحكم رحل لك رحل لك رحل لك طبعا نحنا بتدول مستمر بين أطراف المعارضة هاي دي تلك اللي يعرفوها هالتدول ما عم بيكون تحت الأضواء لم يسبب وسبب وسبب أهم سبب فيه أنه هاي مدولات رئيسية يعني ما فيكون تحت الأضواء عال شو خطتنا بالزبط كتير واضح نحنا اليوم بقعر جهنم بدنا نعمل شو ما كان يكون تنطلع من قعر جهنم ما نمسعدين ولا بأي حامل أحوال نروع على أي مرشح بدوا تخلينا نستمر بقعر جهنم نقطع على الزهد المواطن اللي علينا هالأدة يعني نلاقي الطريقة نطلعوا من الوضع اللي هو فيه وهذا اللي عم نعمله من هون يكون وطالع هلا تعرف في الانتخابات طبعا فيه أجزاء معروفة أجزاء غير معروفة فيه إشياء بتنقل فيه إشياء بتنقل شو بدهم فيها هاي مين بدهم فيها هاي ماحدة بدهم فيها أنا عم بقولوا فيه انتخابات هلأ صار لستة شهر بأخرة انتخابات لا يا أخي يدعو لتها كانت صارت فيه حال داعي يعني فيه حال داعي الرئيس بري لجلسة إيه انتو بتحضروا بتأمنوا النصاب بغض النظر عن شو بتكون النتيجة أكيد إلا بحالة وحدة إذا لقين على أنه محور ممانعة عنده مرشح مأمله خمسة وستين سوات شغلة ياللي مش متوفرة بالوقت الحاضر والشغلة ياللي مرح تتوفر لأنه هيدا موقف مبدأي ليش موقف مبدأي؟ كل الوضع اللي وصلني له من وراء محور ممانعة ومرشحينه بدنا يعني بدنا هيك نتصرف تنمدد لحالنا تنمدد لشعب اللبناني بالوضعية اللي فيها أكيد لا هيك كل صراحة بقول بس هيدا فيه التباس عليها يعني بالبداية كان موقفك وبها البرنامج بالمقابلة السابقة وقتها قلتلي أنه نحن قد إذا إذا فيه خمسة وستين صوت للمرشح الطرف الآخر للمرشح الممانعة كما تسميه للثمانة الفرنجية منعطل النصاب مرة اثنين تلاتة أربعة بس بالآخر التزاما مننا بالدستور وبالديمقراطية والآخرية نحضر نؤمن النصاب بعدين فيما بعد كان فيه موقف آخر أنه نحن لأ ما رح نؤمن النصاب حقيقة الموقف شو هي أو ليش صار فيها التبديل حقيقة الموقف هو أنه كان عندنا مهلة دستورية بشهر أيلول وشهر تشرين الأول كان مفترض أنه تصير انت خميت بها المهلة الدستورية هلأ ضلوا يتلعبوا بالأنون وبالدستور ويكوعقوا ويتصرفوا فيه ويغشوا فيه لحديث ما تكوعق الدستور وتكوعق ووعد اللعب كلها سوا هلأ بدنا نخوضها تبعا للتعجي اللي تعجوا هنه للدستور تقال لك شغل يا استيجورج الإدمية والاستيقامة شي والغشم شي تاني مختلف تماما يعني اليوم بين القانون واللا قانون أكيد القانون بس بين القانون والحق لا الحق ما بده شي وبالتالي مش معناته أنه إذا فيه مقابلك أنت خصم فاجر وجلق وجئم وك عم بيتلاعب بالأمور متل ما بده أنك أنت تسيره وتضل قاعد يعني كل هايدي الأوصاف تنطبق على طبعا على محور الممانع محور الممانع طبعا ها 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 دي هلأ أنا ما احترم الحضور وما احترم الناس وهن بالمقابر فين عطوكم هيك فين عطونا بالمدنية ما هي الأوصاف